موسيقى سابرين ازايك الحمد لله منوراني مرسي حقيقة بداية رائعة بداية جميلة سعيدنا معيك النهاردة سابرين بأداء متميز أهلا وسهلا بك في اليوم الحرة مرسي على استدفتك سابرين بصي يعني أنت ظهورك وكان من كم يوم كده كنت في إحدى الحلقات على قناة مصرية خاصة وحققتي انفجار حققتي عملتي زي دوي كبير جدا بأدائك الجميل وبأدائك الراق لكن الناس تقول إيه جاب الشامع المغربي كده يعني موضوع الطابلة مع ملامحك مع دراستك أنا عارف إزاي الجمب كل العناصر دي مع بعض أنا مش عارف أنا يمكن بحب الشامع المغربي عماتا في لك لحب أكون مسكر وحادي في نفس الوقت فهي الفكرة أنا حياتي كان فيها محطات كتيرة هما منفصلين بس في الآخر أنا بتقالي كل حاجة بتأثر على كل حاجة يعني أنا كان فيه محطة جزء في حياتي كان لي دعوة بإدارة الأعمال وبالشغل الجد والدراسة وكده وانتقلت من ده للطابلة للمزيكة لعالم تاني آخر يعني من إدارة الأعمال من شغل في مجال البزنس للطابلة مفيش يعني بدأت معك بهواية يعني وانتي في محل شباب الطفولة لا على فكرة أنا بدأت في سن متأخر جدا يعني أنا بدأت سن كان عندي 25 سنة عادش بقى أي حساب أنا عندي بدأت أنا عندي 25 سنة كنت بقى عمل رسالة الماجستير وقتها واتصادفت قابلت حد بيلعب طابلة وبعدين الموضوع عجبني فقلت عايزة أجيب طابلة يبقى عندي طابلة زي ما كان مليون مصري عندهم طابلة وبدأ الموضوع صغير وكل يوم بدأ يكبر والبيت ما كانش مصدع أنا الحقيقة والدي كان فنن يعني طبعا استغرب برضو يعني ما استغربش على الفن أحنا نتكلم عن الجينات الفنية وعنده عود بيلعب هواية العود وبيرسم يعني كان عادي في البيت عندنا إن الواحد يمارس هواية فنية دي كانت حاجة عادية بس استغرب الطابلة بس أول ما شافت طابلة قال لي دينا طوله نار بشتك من ناس بتعمل دوشة في الشارع تمت يجاباني الطابلة في البيت وكانت كده هزار بس ما كانش عارفنا حيخدها جد يعني طيب كمان الفكرة إن كمان أنت بدأتي كموضل وظهرتي في أكتر من فيديو كلاب وكمان ظهر مع عمر دياب في دحكة عيون حبيبي كي طبعا الناس كلها تفتكر كل ده هيرجع تاني على الفيديو وهيدور أكيد على الأغنية وكمان في فيلم آيس كريم في جليم برضو مع عمر دياب مش كده برضو تتغيير طريق تاني آه دي كانت المحطة اللي هي كانت وقت الجامعة برضو حصلت بالصدفة يعني أنا حد يعني أنا قابلت طريق نور بالصدفة وكل الحاجات دي حصلت أنا ما صممتش أنا لا كنت شايفة نفسي أنفع أطلع في إعلانات ولا بقى ماضل هو حصل كده وعملت ده فترة الجامعة وأول ما خلصت دراسة بدأت أشتغل وقفت ده وبعد ما بدأت أشتغل بدأت الطابلة برحت وقفت الشغل محطات يعني احترفتي طابلة إلى حد ما احترفت طب الطابلة بس بدأت هوية طب الاحتراف بقى الاحتراف كان لازم هنا أنك تدرسي طابلة تدرسي بقى التخاصص تحديدا في الموسيقى ولا أنت نميتي نفسك بنفسك لا أنا كان عندي أستاذ طبعا وكنت بقى سمع كتير يعني طبالين مختلفين وفيه في مصر عندنا أساتذ أكبار برضو وفي نفس الوقت نميت طابلة بس ما فيش دراسة في مصر ما فيش دراسة يعني متدرش تروح الكونسيرفاتور تقول له من عايز تعلم طابلة يعني احنا عندنا شارع في مصر تمشارع محمد علي فيه ناس معروفين طبالين جديد دروس أو بيبقى عادة ابنه أو قريبه أو كده لكن التطور أن أنت تروح تدرس طبلا ده مش موجود طيب نسمع؟ نسمع فضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هاي الجميل كمان أنا بلاحظ أن بتطوري في الإقاعد يعني إقاعد شرقية بس برضو بلاحظ أن بتدخلي فيها رتم غربي بعمل ميكس يعني هو التكنيك نفسه بيستخدم صوابع كتيرة في الإيد فبيتيح أن أنت تلعب حاجات تدخل أصوات جديدة في الطابلة يعني تستعمل السبعين دولة ممكن تلعب من كذا مكان تطلع أصوات مختلفة فلما بتتمزج ده بالشعبي أو بالحاجات المصري الأرتام المصري لأن كل دولة عندها أرتام معينة بتقدر تطلع حاجة جديدة غير أن بقى ممكن واحد يعمل رتم مثلا مختلف خالص مرش دعب مصري يعني ممكن تلعبه زي ما أنا بعمل في الفرقة بتاعتي الجاز بنلعب أرتام قليل جدا منها النبع من مصر طيب ممكن نشوف من الجاز مثلا بريتن الجاز هيبقى عامل الزي على الطابلة فالفضولة هيبقى هايل أنت بتلاقي الجمهور بيتجاوب معاك زي بما أن الفرقة الجديدة أولا بمبارك لك طبعا على أظن أجتمل قريب بس تكوين الفرقة بكامل آآ يعني أنا نزلت ألبوم في 2010 مع EMI والبروجيك ده اللي هو الشغل اللي اشتغلناه بقلو بس يعني لسه أول مرة يتلعب في مصر في الجاز فش البروجيك كامل بمجموعة إقاعات جديدة آآ كلها إقاعات جديدة في جزء طبعا منها بلعب مصري وكده لكن هي الآلة نفسها اللي بعتبرها شخصيتها مصرية 100% وإحنا بنحاول نجدد أو نلاقي سكة يعني الطابلة دي مصري 100% 100% أسمع أن الطابلة أو آلة الطابلة نفسها مش مصري دي تركي لا دي مصري الطابلة الطابلة هما الأتراك يعني أخدوها منه هما الطابلة التركي ألومنيوم وبتتلعب بالطريقة معينة كده لها تكنيك مختلف بس في أساتذة كبار اتبنوا الطابلة بتاعت مصر وعملوا التكنيك على رأسهم أحمد المصري هو تعرف في تركيا بأنه اسمه أحمد المصري لأنه كان علاقته بمصر قوية جدا هو أستاذي طور هو التكنيك بس تستخدم الآلة المصري واستخدم الدهولة اللي هي أكبر من الطابلة شوية أنت شايف عندي مقاساتك الدهولة دي اللي هي بتم أكبيرة يعني هي زي دي كده بس ما متهم كلهم عبرهم بتتشيل كده بس تبقى أكبر حاجة جميل أمال إيه الفر بقى بين الدربوكة والطابلة مش هكروة بنتكلم عن الهوة في مصر ما فيش فر يعني الناس بتستخدم دي وبتستخدم الاسم ده بس على المستوى العالمي لما بتقول طابلة الهنود عندهم قالت الإيقاع بتاعتهم عبارة عن طابلتين جنب بعض دي بيسموها طابلة فأنا مثلا لو أنا برا مثلا بقول لحد أنا بلعب طابلة ما بيبقوش عارفين أنا بلعب طابلة هندي ولا إيه لأن في برا الطابلة معروفة أنها دربوكة يعني لما تقول برا أنا بلعب دربوكة يعرفوا أنت بتلعب لما تقول أنا بلعب طابلة يفتكروا بيبقوش عارفين مصري ولا هندي يعني فكمسمة في مصر ما فيش فرق طيب بين الحضرات بما أن الطابلة أو الإقاع ده من الأشياء المتجزرة في الحضرات الإنسانية أو في البشر الكوسر للتخاطب والتواصل قبل حاجات كتير الحقيقة إيه أكتر للحضرات والإقاعات اللي بتشوفي أنها بتنسي وجداني جاوي أو بتستمتعي بأداءها الأفريقي الهندي المصري الشرقي المصري لأن أنا أين عم بلعب مثلا ساعات أرتام بحاول أجدد لكن أنا لو حبيت القالة دي عشان هي جاية من مصر يعني محبيتاشش نشوفتها في أندونيسيا مثلا يعني اللي شديني لها هي وفي مصر من أيام الفرق يعرف اللي هو من أيام الفرق ده حقيقي في معابد زي كان فيه الهارب آلة مصري قديمة صحيح الطابلة من أقدم أقدم يعني الآلة دي عمرها خمس تلاف ساعة متغيرتش نفس الطريقة اللي بيعملوها نفس المقاسات نفس الجلد هذا جلد السمك بيجي من النيل مش موجود غير في مصر يعني الحضارة اللي بعد يعني في مصر وإيران برضو أقوية جدا في الإقاع وبيستخدموا استخدام كمان روحان يعني بيعملوا يعني جروبات بيعملوا بالدفوف وعندهم موسيقين قمدين جدا ممكن نسمع حاجة في الخط اللقاعي الصوفي أو أنت ستختار لنا شيء يعني من حضارة تانية أو من ثقافة تانية أنا مش بلعب أنا الأرتام اللي بلعبها لو باخد أي يعني أنا مثلا ممكن ألعب حاجة شوية كنت تحجيلها في الكلام الموضوع الهند لأن الهند هما بقى يعني أقوى ناس في الإيقاع في العالم هما الهنود لأنه عندهم مدرسة متأصلة من سنين وعشان توصل لمستوى كبير تحتاج سنين طويلة فمثلا أنا يعني فيه كده رتم بلعبه لما بلعبه الناس يقولي تلعبي زي الهندي فحالعبه ل man وعشان ترجمة نانسي قنقر جميل بلاحظ كمان انك بتستخدمي ايدك كمان مش بس الكاب لا بتستخدمي كمان ده عشان تدي مؤسر صوتي ده كمان تكنيك ده ما بنشوفوش في الطابلة العادي هو عشان اكتر الناس دلوقتي اللي بتلعب طابلة بيلعبوا بلاستيك في مصر يعني الناس اللي بتلعب جلد بلاستيك اللي هي شفافة اه اللي هي بتبقى ألمونيا ايوة مظبوط وبيبقى ألمونيا وبيبقى هنا بلاستيك الالة دي ما فيه حاجات يعني ده ده ما تقدرش تطلعها من صوت طابلة بلاستيك فالجلد بياخد ويدي معاك فيه يعني حياة البلاستيك فيه أصوات معاينة بيطلعها بيبقى قوي بس ما فيهوش الشخصية بتاعة الالة اللي هي الأصلية يعني طيب نتكلم عن المشروعات مشروعات الفنية بتحلمي بايه؟ بحلم ان الناس كتيرة تلعب طابلة في مصر أكتر خائف انها تنقارد وتنداسك لا يمكن تنقارد المصريين أصلا ده جزء من من شخصيتهم يعني يعني ما فيش أي حد ان لو نزلت الشارع وخدت طابلة وقعدت في وسط الشارع هتلاقي أي حد معادي عايز يمسك الطابلة يتطبل عليها لكن لو زلت ماسكي جيتار يعني لا ألم موجودة أنا مش خائف انها تنقارد بس أحب أشوف أولا بنات طبعا تبتدي تخش المجال ده ممكن تقول لك أنا مش حابة يتقال عليها أنا بعزف ممكن أعزف بيانو أعزف كتار أعزف أي قالة نمأ طابلة شوية رأيك كيف الفكرة دي بنات ممكن جوية تكش من الموضوع الطابلة بس أنا أكتر واحدة اتأثرت بالموضوع ده بس لو حصل أننا الدنيا فتحت يعني وحصل قبول أننا بالعب طابلة أعتقد حيبقى فيه حيبقى الموضوع أسهل بكتير دايما أول واحد بيبتدي حاجة يمكن بيواجه هو أكتر واحد لكن لما مثلا واحدة نفسها تلعب طابلة لأ بص يا ماما ما هي برضو هي أنا ما قادرتش أقول لحد بص يا ماما أحكي أنه مواقف على موضوع الطابلة أرجوكي لو فيه مواقف أنت شايفة الناس تقبلت إزاي ده إزاي في الأول لأ طبعا حاجة غريبة ويعني لحد حاجة غريبة يمكن مش كويسة يعني لو واحدة مثلا عندها ماجستير في إضافة الأعمال وحياتها متخططة قدامها وليه بنتي كده وطبع عملتي كده وأنا نفسي يعني ما كنتش عارفة قوي ليه أنا اخترت الطابلة أنا حبيتها ولقيت نفسي ماشي فيها كويس وعملت ألبوم والألبوم نجح كده ولقيت نفسي بتمرن أكتر وعايز حاجات أكتر جميل فنفسي المستقبل يكون مفتوح للآلة دي وزي ما بنحبها يعني جدا كده وموجودة في عندنا في المورس الشعبي بالضبط يبقى فيه شباب يبتدوا يطوروا كل واحد يلاقي السكة بتاعته والستايل بتاعه كده يعني جميل الطابلة دي تفعل عن الطابلة دي إيه الطابلة دي أصغر من دي هما نفسي الحاجة اللي اتنين معمولين يعني من الطامي والجلد ودي أصغر ودي أكبر فدي المساحة اللي فيها البيس بتاعها بيبقى أقوى شوية من دي طيب إحنا خلاص قدامنا حوالي أقل من دقيقة عايز أختم قدامنا دقيقة هتعزفلنا في الدقيقة دي وأنا بشكرك شكرا جزيلا وشرفتين يا صابرين ونشوفك دائما على خير وبكل التوفيق براحتك اتفضل ماشي هختملكم بقى حاجة مصري عشان اه اتفضل يا ريت ماشي حتا مصري معيك بقى براحتك وقت اتفضل اشتركوا في القناة هاي جميل كمان أنا ملاحظ برضو في حاجة ان واضح ان الصوابع بتفرق يعني اكيد دي صوابع الجراحين بحتاجة الى شكل صوابع مختلف صح اما اليد بقى بتاخد اي واحد بيلعب حاجة مدة ايده خلاص بتاخد الفورمة يعني اشتركوا في القناة